السلام عليكم أخواتي أخواتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي في هذا الفيديو نحن نحكو عن مواضيع مهمة وخطيرة في نفس الوقت حرب أهلية على وشك القيام في أمريكا شالله يا ربي يعني ولاية تيكساس الآن نرى حبة تستقل من أمريكا صحيح وبخصوص الدول اللي كما أمريكا الصين أعلنت أنها لن تقوم أبدا بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد ما جد إسرائيل تريد منها الأسلحة هذا في خصوص إسرائيل ونفس هذا الوزير بتاع التراث اللي اقترح يرمو قنبلة نووية على غزها والآن يخرج مجددا ويطالب بنفس الأمر رغم أن التصريحات التاعوية يستعملوها ضده في محكمة العدل الدولية أغدا في الأخبار وكل الصحافة تتحدث عن هذا الأمر الجزائر تدعو إلى اجتماعا لهيئة الأمم لتحرير فلسطين وإيقاف العدوان على فلسطين هذه هي كل الأخبار خوتي على بني مجموناك مش بزاف أخبار لأنه كل الآن رهلاتي بالبالو بلوكو بدافريكو كل الأمور ولكنها تبقى رغم هذا مهمة للغاية عدنا بعض المواضيع الأخرى مهم قعدوا معنا حتى الأخير باشتعرفوا كامل التفاصيل وقبل أن نبدأ في المواضيع أرجوكم أدعم أخوكم بالضغط على زر الإعجاب اشتركوا لنا أخوتي في القناة وفعلوا الجرس كل هذه الأمور ستدعمنا أن تصدقوا كل حملات السينيار شكرا جزيلا لكم في الخبر الأول عدنا رئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعد الكثير من الانتقادات التعو الموجهة للكيان الصهيوني وكيفاش يعني قلب لي يعني استدعى السفراء التعو وخرجهم من يعني إسرائيل ولفلسطين المحتلة وهو الآن أخيرا يدير حركة يعني حركة ضد الكيان الصهيوني بعد الكثير من الكنامة فهذا الحركة هي أنه الآن تركيا أعلنت رسميا أنها راه قامت بالنزع إسرائيل من قائمة الدول اللي راح تصدر لها تركيا السلع والخدمات أيضا هناك أخبار تقول بلي راح يتم قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل ويعني راح يتم منع الإسرائيليين من القدوم إلى تركيا فأنتم هل ترون أن هذا الأمر يتحقق؟ أيضا هل ترون أن هذا الأمر كافي لدرت روسيا اتجاه الكيان الصهيوني؟ لكن خوتي غمك الله تسبو روسيا فروسيا حتى ما هي دول عربية ورانا شفنا الدول العربية ويجدرت وبالخصوص عن الدول العربية يعني راهي السعودية بدأت تخلط فينا السعودية الآن يعني وبقرار ملكي ملعت تداول الخرائط التي تقسم المغرب وحضرت استخدام الصحراء الغربية يعني قالت من الآن ممنوع استخدام عبارة الصحراء الغربية ويعني المواقع اللي نشرت هذا الخبر وكانت فرحانة بيها هي المواقع المغربية وأيضا شوفوا شكون اي تونتي فور نيوز هذا الموقع صهيوني يا خوتي كما راكم تشوفوا بغيزة تدخلوا في هذا اي تونتي فور دجار يحاوسوا يبعثوا لي الكوكيز قتلهم الله ما كم شايفينه شوفوا هذا الخبر السعودية تصدق قرارا يحضر نشر خريطة المغرب مجزأة أو استخدام مصطلح الصحراء الغربية وكما راكم تشوفوا يعني هذا الخبر تم نشره في الرابعة واثين وعشرين مساء اليوم يعني وعشرين جونفي يعني ما عندهاش خمسة ويعملين اشروه لكن السعودية متوقفت هنا وزادت أمرت بإزالة كل الخرائط المغرب اللي فيها يعني المغرب وحدها والصحراء الغربية وحدها رغم أنه هيئة الأمم يعني معترفة بالصحراء الغربية فما الذي تريده السعودية بهذا الأمر ولماذا قد تعترف بمغربية الصحراء الغربية ولكن ما اتخل عموة لخاوتي لأن السعودية أصلا كانت محتلة اليمن وكانت تقتل الأبرياء في اليمن يعني السعودية هي أسوأ مثال وتشبه كثيرا المغرب وراكم تشوفوا يعني راي قدامها وراي تدعم في الكيان الصهيوني يعني تدعم كل الدول المستعمرة أيضا خاوتي حبيت فقط نوريكم خريطة تعدول العالم اللي ما اعترفة بالصحراء الغربية والدول اللي ما اشمع تارفة هذا اليوم بالأخضر خاوتي كلهم هي الدول التي تعترف بالصحراء الغربية وشوفوا شحرها نعرانا فيه بزيف أما الدول التي لا تعترف بالصحراء الغربية فيعني ما هيش بزيف ها مليك الهند حاش نعمة أيضا كينبز هذه بسي تسمها مدع غشقر عندك شوي من السودان وعندك بعض الدول هكذا في العالم لكن أغلبية الدول كما راكم تشوفوا باللون الأخضر تعترف بالصحراء الغربية عدنا أيضا كولية الشمالية تعترف بالصحراء الغربية واليمن طبعا اليمن رجلة خاوتي مدام اليمن تعترف بالصحراء الغربية خلاص الجزائرية في الطريق صحيح الآن نستشفى شوية خاوتي لأن أمريكا راي راح تنوض فيها الحرب الأهلية نعم خاوتي علىه لأن تيكساس الآن راح يأتي مغازوها من طرف الأجانب كانوا أحد الصفحة على تيك توك خاوتي تنشر هذه الأخبار على أمريكا واسمو ديلم بيج واهتر على هذا الموضوع أعطوكم نشاركوا معكم هروا حين نسمعوا إشغال نشوفوا إذا كان نترجم ما كانش ما عليش نقدر نترجم لكم قلو من المهم أن يعرف الجميع بالذي يحدث الآن في تيكساس لأنه هكذا تبدأ الحروب الأهلية والآن راح يهضر على تيكساس خاوتي خليني أفهمكم حاجة فالمريكان عندهم الحكم اللامركزي ومش معنى هذا الحكم اللامركزي خاوتي يعني الولايات كل واحد فيها حاكم وكل حاكم ولاية يعني دايا القاونين تاعة الولاية تاعة فمثلا الولاية تيكساس فيها حكم الإعدام ولاية فلوريدا ما فيهاش ويعني أيضا كل ولاية عندها القاونين تاعة مثلا زعمة زعمة وكانت تيكومي ثالثة وحدة آخر اللي حكمه يسوق وهو يشرف الشراب في الولاية فلانية يعطوه عقوبة 5 سنوات الولاية الثانية في أمريكا يعطوه 10 سنوات لكن هذا الأمر لا ينطبق فقط على يعني العقوبات ينطبق أيضا على الضرائب ينطبق أيضا على كينزعمة وين مدارس الغذاء عندهم مجانا أما في ولاية أخرى في الغذاء بدراهم يعني هذا أيضا رايح للاقتصاد تحرك الولاية وشاهدير فيها الآن أخوتي ولاية تيكساس راهي هاجة فيها الهجرة الغير شرعية يعني الحراغة تعمل مكتيك تغاوى عليهم خلنا نكملوا حكاية ونشوفوا هذا القاونين بتاعة تيكساس وشرا هيقول شوفوا العدد هذا خفتوك شوفوا العدد هذا وهذا هو الصور زعمالي درته أمريكا في وقت ترامب بين أمريكا ومكسيك باش ما يكثروا شعليهم الحرابيع هذا القوفنر والذعمال والوالي خلينا نسموه الوالي ولا رئيس تيكساس بعث برقية لبايدن وقلوا شوف أراهم طغاوا علينا الحراجة وخاصكم تتحركوا ولكن الحكومة الأمريكية ما حبتش تتحرك أما لا تيكساس والولاية تيكساس هي اللي تحركت بروحها ودارت قوانين شوفوا اش دارتها يعني كانوا حابين يخرجوا العسكر في كل ولاية عندها القوات الدفاعية تحها يعني الجيش تحها تيكساس كانت حابة تحرك هذو الجنود وللوالي تيكساس كان يحب يحرك هذو الجنود ويديهم للجنوب باش يمنع الحراجة باش يدخلوا لكن هذا القرار تقدر تديروا الحكومة المركزية هنا يخلصوا الصلاحيات التع رئيس تيكساس يقول لي بايدن هو اللي يقدر يحرك الجيش وليس رئيس تيكساس وقال لك هذا الأمر يخالف قوانين يعني أمريكا والحكومة الأمريكية وقال لك ما تنسي ويجب اللي أمريكا من قبل ولا تيكساس من قبل كانت دولة مستقلة الولايات المتحدة الأمريكية قلت عليها عطلها الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في السابق كل هذه الولايات كانت عبارة عن دول مستقلة سلت تيكساس يعني هي آخر دولة انضمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 1836 حتى 1845 الآن يعني حكومة تيكساس وش دارت مدم شافت بلي أمريكا وبيدن ما حبتش تدخل تيكساس راح تدارت الخيوطة تح السلوكة الشائكة يعني هذك السلوكة اللي يتجرحوا تعلي فيهم البلايد ذوك لمويس باش تمنع المهاجرين ما يتدخلوا لكن ذوك تسروا يعني حكومة بايدن قتل حكمة الرئيس تيكساس قتلوا أسمع مش يتري دي غير القوانين ونحي ذوك الخيوطة وبعثت الجيش باش ينحوهم بسح الأمر الخطير هو أن هالي يبعث يعني بايدن الجيش بتاعه باش يدخل للتيكساس باش ينحو الخيوطة الحكومة تيكساس سكرت الحيط ويعني شوفوا دارت هنا لباريير ضد الجيش الأمريكي باش يدخل يعني ما خليتش الجيش تاع بايدن الأمريكي يدخل لولاية تيكساس بسا الآن هذي شرارة انطلاق حرب أهلية حقا سنة وشانة يدير من بعد بايدن زعم رفع القضية إلى يعني السلطات العليا وعطات له الحق باش يعني يدمر هذو الأسلاك الشائكة لدارتها حكومة ولاية تيكساس وهذا هو الأمر اللي داروا الجيش الأمريكي لكن يعني رئيس تيكساس كان غاضب وقالهم بلي علي باكهم بلي غرفة ثلاثة سنين اللي فاتت بارك دخلوا علينا ستة ملايين ستة ملايين مهاجر غير شرعي هذا الأمر هي الضر يعني بالمعيشة تعالى المواطنين تعنا ويجبوا على هذا الأمر التوقف يعني راح كين الأنصر كبير في أمريكا فتوموا شركوا مخوتي في هذا الموضوع سمحوني طولتكم على هذا الموضوع ولكنه مهم للغاية قادر حتى يسبب انهيار لأمريكا وعن الحرب أهلية راح تحدث في أمريكا ان شاء الله ياربين تمني وتحدث الآن بعيدا عن أمريكا ونرجعوا إلى الجزائر الكثير من صحافة العالم الآن تتحدث كيف قامت الجزائر بالدعوة إلى اجتماع عام في هيئة الأمم من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين يعني على بالي اواش حاصرت من المرة ولكن هذه المرة خلت كل صحافة العالم تتحدث عليها فمثلا ميدل إيست مونيتور تتحدث عليها يعني الجزائر الآن تقوم بالدعوة إلى اجتماع في هيئة الأمم من أجل وقف إطلاق النار ولكن مشغل ميدل إيست آيه اللي تحدثت على هذا الموضوع عدنا أنا دول تركيا أيضا تحدثت على هذا الموضوع وقالت بلئ الجزائر تدعو إلى اجتماع من أجل وقف العدوان على غزة وهاي يا خاوتي كما راكم تشوفوا كنا ندخلوا في السيت هنا نقدروا نديروا الترجمة باش هكذا خاوتي كاي يقرعوا هنا نترجموا تلقوا الجزائر تدعو إلى عقد مؤتمر مؤتمر سلام برعاية الأمم المتحدة لإنهاء لإحتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعني هنا الجزائر ماش تطالب بوقف إطلاق النار لا لا خاوتي راي تطالب بتحرير فلسطين من لخر يعني وإعطاء فلسطين أرضها المنصوص عليها في قرار هائة الأمم في 1968 وهذا الأمر كان فجائي رغم أنه كل الدول الآن راي تدعم استقلال فلسطين فأحكيناكم الكثير من الدول الأوروبية راي تدعم استقلال فلسطين لكن يعني الجزائر كانت أول من تدعو إلى عقد هذا الاجتماع لأنه شافت وللو ماركات باللي خرجت إيطاليا وقالت أنا مع تحرير فلسطين خرجت بلجيكا وقالت أنا مع تحرير فلسطين خرجت لإسبان أيضا خرجت فنلند خرجت سكوتلاندا خرجت آيرلاندا كان واحد دولة واحدة أخرى أيضا خرجت من أوروبا اكتبوه اللي في تعليقات خوتلانيا سيتها هذه أيضا خرجت ولا علينا أمريكا اللاطينيا كومبلي خرجوا يحاوسوا استقلال فلسطين فهذا هو الوقت المناسب اللي رأى فيها يعني وزير الخرجي أحمد عطاف بتفويل من رئيس عبد الميجي التابون أنه يجب الدعوة بهذا الأمر خطة وحركة ذكية جدا خصوصا بعد مخرج البغل هذا وهو وزير التراث الأحمق هذا تاع إسرائيل ويرحم بابك ومش متراث إسرائيل عندها يا رب هذه البلد كانت طول حياتها تحفلسطين جو البارح عندهم مش متراث في عمره 75 سنة يرحم بابك المهم وزير القجم هذا تاع التراثة عاود كرر الدعوة إلى يعني إرسال قنبلة نووية إلى غزة ولكن مدام هو رأسه بغل يعني هو رأس وزير تراث تاع عافسة قجم ما تكزيستيش أصلا سنرمال مخوفي رغي خمام كما هك لأنه البغل كان يرمي حقا قنبلة نووية على غزة حتى هو الحمار ورح يتنفس ذلك الإشعاعات وحتى هو رح يتضرر مش غير هو يتضرر يعني كل الإسرائيليين اللي عايشين في الفلسطين ولا الأراضي الفلسطينية المحتلة رح كون بليموتوا بسبب الإشعاعات والإشعاعات رح تطلع حتى للدول الأخرى يعني حرب نووية ولا قنبلة نووية ماش شيء سهل ولو كان زع ما جاو أنا ضمن لكم خافي لو كان جات فلسطين عارفة بلي تقدر ترمي قنبلة نووية وماتتدررشها بشي غير يقلنهم وزير البهل وتع التراث يعني أسرارش عندهم اللي رماوها لكن هذا الأحمق تم استخدام الكلمة التاعو تحيا نرمو قنبلة نووية على غزة في محكمة العدلة الدولية اللي رح غادوا إن شاء الله تخرج القرار التحية يعني رح تصدر الحكم التحية فانتوما أخوتي وشاكم في هذا الموضوع خبرونا عليكم في التعليقات حبينا نختم الفيديو التاعنا بموضوع مهم للغاية صراحة انفاجئني كما رابعكم أخوتي يعني العقود مع المدربين تكون بالسنوات يعني مش عقدة تاع وقت من حاوزك لحاوزك لا لا يعني حتى وإذا حاوزوا المدرب جمال بالماضي لازم يعطوه لدراهمو تاع العقد كومبلي حتى وإذا ما خدموش تاع السنوات كومبلي والعقدة تاع جمال بالماضي لله باركة فيه 150 مليار دولار هذا العقدة كان رح يمتد إلى سنتين يعني سنتين وثلثة شهر لكن يعني المدرب جمال بالماضي يخدم من هذا العقدة شهرين فقط الآن جمال بالماضي كان قادر يغادر ويطالب بهذيك 150 مليار لكن جمال بالماضي رفض هذا الأمر واسمح في ذيك 150 مليار يعني السيد حقا كان يخدم بقلبه وكانش يحوس على دراهم رغم أنه صح كان يخلص مليح لكن تشكر رح يتنزل لك على 150 مليار يا رحم بابك المهم خوتي شهادة في حقه كان لازم نقولها عليه وهذه هي الموضع اللي شاركناها معكم اليوم إذا عجبتكم أرجوكم تدعمونا بالضغط على زي الإعجاب اشتركونا خوتي في القناة وفعلوا الجرس هذا الأمور كلها تدعمنا أن تصدر حملة سينيار شكرا على مشاهدة وإلى اللقاء